بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا حدث خلال زيارة أردغان لألمانيا نتابع معكم ما كتبه الكاتب بموقع سيتا التركي للدراسات الدكتور برهان الدين دوران يقول برهان الدين كنا في برلين الجمعة في زيارة استغرقت يوما واحدا مع وفد الرئيس أردغان كانت اجتماعات أردغان مع الرئيس الألماني والمستشار شولز الذي ذهب إلى ألمانيا بناء على دعوة رسمية بعد انتخابات 28 مايو على جدوى الأعمال العلاقات الاقتصادية الثنائية والتأشيرات والهجرة غير النظامية واتفاقيات إعادة القبول والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والموضوعات الساخنة السياسية في الشرق الأوسط يتابع برهان الدين دوران قبل يوم واحد من زيارة الرئيس أردغان إلى برلين لفت الانتباه تطوران في الجمعية الوطنية التركية الكبرى أرجأت لجنة الشؤون الخارجية مناقشة بورتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأعلن وزير الدفاع الوطني جولر في خطابه أمام لجنة الخطة والميزانية أن تركيا تخطط لشراء أربعين طائرة مقاتلة من طراز تيفون وقال جولر إنه تم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وإسبانيا وأن هذين البلدين يحاولان إقناع ألمانيا بالصفقة كان الأساس الإيجابي للتخطيط لهذه الزيارة هو دعوة أردغان إلى فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبدأ الاتحاد الأوروبي عملية إعداد تقرير استشرافي واستراتيجي حول مستقبل العلاقات مع تركيا والتي دخلت فتر التوسع مرة أخرى ومع ذلك وصفت الزيارة التي جاءت في وقت تختلف فيه وجهات نظر أنقرة وبرلين حول المذبحة الإسرائيلية في غزة بأنها حساسة ومشدودة على الحبل كانت هناك حملة في جزء من وسائل الإعلام الألمانية تدعو إلى تأجيل الزيارة وعدم عقد مؤتمر صحفي مشترك وعدم طرح الأسئلة يقول برهان الدين دوران حقيقة أن كل هذه الأشياء قد تم القيام بها تشير إلى أن رغبة أنقرة قد اكتسبت وزنا وأعربت الصحف الألمانية عن استياءها من سياسة تركيا تجاه غزة وحماس وانتقاد أردغان القاسي للكيان الصهيوني لكنها أضطرت أيضا إلى نشر تعليقات اعتبرت أنقرة شريكا صعبا ولكن لا غنى عنه لبرلين يقول برهان الدين دوران إن المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا والصراع الصهيوني الفلسطيني على أوروبا تدفع برلين إلى العمل مع أنقرة مع إبقاء الخلافات جانبا وشرعت أنقرة في ولاية جديدة مدتها خمس سنوات في عهد أردغان في حين من المقرر أن تنتهي ولاية الائتلاف الهش المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة شولز في برلين في غضون عامين في حين ينعكس في استطلاعات الرأي أن أحزاب الائتلاف في تراجع خطير ضد اليمين المتطرف ومن المرجح أن يواجه شولز المزيد من الصعوبات في إدارة الرأي العام المحلي وفي مثل هذه الأجواء تحاول أنقرة وبرلين اتخاذ خطوات إيجابية في ملفات مثل الاستثمارات والهجرة وتحرير التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمروكي وخاصة التجارة التي من المتوقع أن تصل إلى خمسين مليار دولار بحلول نهاية عام الفين تلاتة وعشرين وكانت القضايا العسكرية وروسيا وأوكرانيا وفلسطين تحديدا أهم موضوعات زيارة أردوغان وقبل الزيارة لعبت وسائل الإعلام الألمانية دورا في إثارة الأزمة من خلال دعوة شولز إلى توجيه كلمات قاسية لأردوغان في لقاءاته مع الرئيس الألماني والمستشار شولز شدد الرئيس أردوغان على أنه يجب وقف الهجامات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأن هيكل الدولتين هو حل دائم وفي مؤتمر صحفي مشترك بين أردوغان وشولز شكر شولز أردوغان على دوره البناء في صادرات الحبوب التركية من أوكرانيا من ناحية أخرى شكر أردوغان الرئيس الألماني وشولز على حسن ضيافاتهما وقال أحب أن أتحدث بصراحة ووضوح سأتحدث بهذه الطريقة في سيكولوجية المديونية لا ينبغي تقييم الحرب بين إسرائيل وفلسطين نحن لا ندين بأي شيء لإسرائيل لكن أولئك الذين يدينون بالمال في إشارة إلى ألمانيا التي تدفع لإسرائيل عقب الحرب العالمية الثانية غير قادرين على التحدث بحرية منتقدا بشكل غير مباشر موقف الغرب وألمانيا من الصراع الصهيون الفلسطيني واستمرارا لانتقاده للكان الصهيون في برلين قال أردوغان إن 13 ألف فلسطيني قتلوا وأنه لا يوجد مكان تقريبا مثل غزة وفي إشارة إلى الأسلحة النووية الصهيونية شدد أردوغان على أن الهجمات على أماكن العبادة والكنائس والمستشفيات وقتل الأطفال تتعارض مع التوراه وحقوق الإنسان وذكر أن تركيا لا تتحمل عبءا مثل المحرقة مقابل ديون الغرب للكان الصهيوني وقال أردوغان إنه منفتح على العمل مع كبار الشخصيات الألمانية من أجل وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية والرهائن وردا على صحفي ألماني طرح سؤالا في المؤتمر الصحفي تساءل أردوغان عن سبب عدم انزعاجه من قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين وقصف المستشفيات وأماكن العبادة مؤكدا أنه لا يمكن تهديد تركيا ببيع مقاتلات طيف وقال أردوغان أن تركيا عندها ما يكفيها من طائراتها المسيرة والطائرات التي تصنعها ويمكن أن تشتري بدائل من دول أخرى في الختام متابعين العزاء أتمنى أن تكونوا الصورة قد وضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو ولا تنسوا لإعجاب الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا